بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بنقعد مع جلساء كتير بس فيك جليس بيبقى تقيل شوية وبيبقى رزيل وفيه جليس زي ما حدث النبي أخبرنا بيبقى الجليس ده يتعامل زي صاحب المسك بيبقى ريحته حلوة وكمان يخلى حياتنا مليانة بالعطور جليس بتاع النهاردة من النوع الأولان جليس شوية ممكن يضايقنا جليس النهاردة بيخلي الإنسان في وضع يحس أنه مشتت وبيخليه يتعامل مع نفسه ومع كل اللي حواليه بطريقة ما تتنسبش خالص مع الأدوار اللي ربنا خلقهم علشانها ولا حتى اللي ربنا أقامهم في الحياة دي علشانها جليس بيخلي أركان الحياة عند الإنسان تتدخل بعشوائية شديدة جدا جدا جليس يخلي الإنسان حاسس أنه هو من غير ما يقصد بيهين اللي حواليه مش بس بيهين اللي حواليه جليس كمان ممكن يخلي اللي حواليه يحسوا بأنه هم مش عايزين يجلسوا الشخص ده لأنه قاعد مع جليس اسمه العيش بنفسية الموظف أو المدير يعني الشخص اللي بيعيش في البيت زي ما بيعيش في الغيط اللي بيعيش في البيت زي ما بيعيش في الشغل ناس كتير من كتر تشبعهم بأدوارهم في الشغل بيعيشوا حياتهم بشكل بره دايرة الشغل على أنه برضو على أنهم برضو موظفين ومديرين ساعاتي يجي تقولي الزوجة لزوجها على فكرة أنا مش شغالة عندك على فكرة أنت مش مديري ناقص يقول لها أنت بتكلمي كده أنا أخصم لك يومين وهو صحيح ساعات بيخصم لها يومين يخصم لها يومين بأنه هو يخصمها يخصم لها يومين بأنه هو يمنعها مثلا من العاقة الخاصة أو يضايقها بمخصمة لمدة شهر ولا حاجة عقوبة على أنها تجاوزت في حق مديرها وكأنهم بيستصحابوا الناس دي نفسية الدور اللي هم بيقوموا بيه وبيعيشوا بيه في العمل في علاقتهم وفي حياتهم فيحصل خلل بين جدا جدا في الحياة حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث بديع بديع في معاني جتيرة جدا جدا عن نتكلم عنها حضرت النبي قال إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعطي لكل ذي حق حق وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شوية أمور تتعلق بفنون إدارة أو العيش في أدوار الحياة فبيعلمنا إزاي نتقن الأدوار المختلفة ونمارس الأدوار المختلفة وما يغلبش على طبعنا دور بعينه ويحصل لنا خلل في باقي الأدوار فيختل ميزان الحياة وبيعلمنا حاجة كمان إن كل دور لابد يتعمل في مكانه وإن لابد من الفصل ما بين الأدوار ولابد نعرف إن إحنا مش في كل حتة بنتعامل بنفس الطريقة في ناس إلي بيحصل وظيفتهم بتمتد لغاية ما توصل لغاية البيت يعني لو هو مهندس مثلا تعالوا نشوف بقى ودي أكتر حاجة بتجيلي الشكاوة منها في مركز الإشارة الزواجية بيتعامل مع أهله على إنهم آلات ما عندوش مشاعر أنا مش بقول كل المهندسين بيعملوا كده لكن في مهندس هو بيتعامل وخاصة بقى أقول لكم شكوى مشهورة أو الناس بتقول IT أقول لهم بيتعامل معهم على إن فيه سيستم فيه نظام فكل حاجة تتحط في مكانها وكل حاجة تتعمل بمكانها وكل حاجة فيه اللي حاصل فينزعج جدا 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 إن الزوجة ما نفزتش الأوامر كأن فيه خلل في السيستم طيب لو الزوجة بقى تكتورة فقى في الجامعة فبتتعامل مع زوجها وأولادها وكأنهم طلبة عندها فهي منتظرة منهم إنهم يتعاملوا معها بإيه؟ بتبجيل زيادة وما يقول لهاش غير يا دكتورة ويتعاملوا معها زي الطلبة اللي بيتعاملوا معها في الجامعة ولو أحد يتعامل معها بطريقة تانية تنزعج جدا 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 ونقص تقول له إيه طب أنت ما أخصم لك أعمال السنة واضح كده إن بيحصل كده بيقول لدرجة إن الزوج يقول لا على فكرة احنا مش طلبة عندك في الجامعة أنت المفروض تكلمينا المفروض تسمعينا المفروض إن إنت إحنا عايشين مع بعض إحنا مش طلبة عندك في الجامعة وفيه ناس بتعيش بقى في نفسية الموظف دولار دولار اللي أزازقوا بقى طول الوقت فمثلا مثلا هو في البيت بيتعامل إزاي؟ بتعامل مع زوجته وأولاده بطريقة إيه؟ ما تكلمونيش كتير قولوا لي أنتوا عايزين إيه؟ على طول كده إيه يا أستاذ أنت عايز إيه؟ إيه الخدمة اللي أنت عايز نعملها لك؟ فهي بتعامل كده وكأنه عايز يقول لهم إيه؟ قلوا لي المهمة أو التسك اللي أنتوا عايزين نعمله باختصار و بوضوح من غير بقى حوارات ومن غير كلام كتير ومن غير تعالى بقى نتعاود زي ما هو تعاود في الشغل عشان إيه؟ عشان هو عايز يعمل التسك من غير إيه؟ مسألة وينسى دوره في البيت ينسى دوره كزوج وينسى دوره كأب ويخل وما يبقاش عنده ساعة إنه يسمع للزوجته ولا لأولاده لكنه عنده حاجة واحدة بس أنا عايز أخلص مسئوليتي فلما ييجوا يكلموا يقول لهم أنا مش عملت لكم اللي أنتوا عايزينه يعني بيقول لهم إيه؟ خلاص التسك اللي أنتوا كنتوا طلبينه خلاص بس إحنا عايزينك تبقى معنا من عملت لكم اللي أنتوا عايزينه ووقات كتيرة لما بيطوروا معاه في الكلام إيه اللي يحصل ومسلا ويفتقدوه عايزين يعودوا معاه يقول لهم خلاص عملت لكم اللي أنتوا عايزينه وبعد كده يشتكي النوة تعامل معاكا النويتم